هبدأ معيك بقى كابتن أسماء لأن برضو أنت كنتي لعبة وفكرة برضو التحديات اللي واجهتيها أكيد كتيرة ممكن نبدأ من الأول بقى ونسمع ونتعلم التحديات طبعا بتبدأ يعني من أنا صغيرة بس يعني ما كانتش تحديات كبيرة أولي أن أنا والدي أصلا كابتن حماد خذ فر الله يرحومي يعني هو أصلا كان مدرب كاراتيلي فكان الموضوع بالنسبة لي سهل بس كان صعب بقى من ناحية العيلة لقى وتلعابي كاراتيلي والبنت ملاش في الألعاب العنيفة التقافة المعتادة اللي أعب سنها يعني كل بطولة روحها في عقد شوية كده بتحصل ليه يا بنتي ورحها ليه وتلعابي بس الحمد لله أنا كان عندي إسرار يعني خاصة في مرحلة الثانوي يعني ما دخلنا كمان الثانوي صراحة أنا ما بطلتش كلها لأ بطلي سنوي أعودي كمذاكرتك كلام ده كله دي مامتك بقى أكيد يعني باقي ومامتك كانوا يختلفوا دائما في الموضوع ده بس أنا طبعا يعني كان عندي إسرار إسراحة أن أنا أكمل وحتى أنا مرّنت في سن صغير يعني بتادي التدريب أن أنا أقف أن أنا مرّن وأنا كنت في ثالث يعني راح أقولها ثانوي يعني كنت في ثانوي بتاديت أن أنا أمرّن وأمسك فرقة وانزل جوب من تحين وشوية شوية الحمد لله بقى الموضوع معي بقى أكواسي بقيت أطلع أمسك درجة أعلى أمسك فريق بس فهي دي طبعا دي كل الصعوبات اللي كانت بتواجهني وطبعا لما جيت بقى أمرّا كانت في تحديات أصعب أي بقى؟ يعني أن أنا طبعا يعني واحدة وبمرّن بس أنتي بتمرّني بردو فتيات مش كده؟ لا أنا مرّن ولاده بنات فدي كانت عقبة بقى أنتي بتمرّني ولاد خاصة بقى أنتي كانت سنك لسه صغير أيوة طبعا كانت سنوي في الجامعة معي برضو نفسي الولاد نفسي السن وأكبر كمان فأنتي مطالبة أنك أنتي تعملي كاراكتر كامد وشخصية جاندة عشان تقدر أني أنت تسيطر عليهم والحيان الحمدلله هو سيطر عليهم صح؟ لا باين شخصية برضو مش سهلة قوية طبعا لازم فهي دي طبعا التحديات اللي بتواجهين يعني لحد الحمد لما أثبت نفسي يعني خدت طبعا وقت لغاية لما عملت بقى الكاراكتر الشخصية الكلام ده كله فأثبت نفسي بقى صغير كبير الكلام ده خلاص بقيت رسماء كله بقى عارف بقى مين كابتن أسماء مين كابتن أسماء فخلاص بقى يعني بنزل الرعب على كل بيبتج أنا شايفة ديبلة هرجعلك في الموضوع ده عشان نعرف برضو كواليسها